احمد برضو بما ان انت شغلتك صحة في فيديو بتم موجود في معظم الاحداث وفي قلب كل الاحداث كصحفي شاب من شباب مصر ولسه في بداية طريقك انت شايف مصر شايف ماشية في طريق الديمقراطي الحقيقي او صح ولا ايه من وجهة نظرك اسمحي لي اتخلى عن كوني صحفي دلوقتي هاركي ان انا صحفي مفروض انا صحفي انا محايد انا بنظر لكل الاطراف من مسافة واحدة وحافظ على حياديتي وكده لكن انا هتخلى دلوقتي عن لقبي كصحفي انا كاحمد عفتاح المواطن المصري اللي عنده طاقت رقم قومي انا شايف ان مصر بالاسلوب اللي احنا فيه ده باحداث محمد محمود باحداث مجلس الوزراء راح ناحية الهوية بجد يعني المجلس العسكري واخد مصر وبيزوقها ناحية الحرب الاهلية فعلا وانا في الاهبارية كنت باسأل نفسي هل احنا محتاجين 14 سنة حرب اهلية عشان لوصل للعظمة اللي وصلت لها الاهبارية كنت دايما بقول لا اكيد لا احنا مش محتاجين حرب اهلية مصر اعظم من يدخلش في حرب اهلية لكن استهداف الشهداء كل يوم مبارح اربع شهداء انا شهد منهم اتنين بنفسي مبارح وصلت المرحلة كان لازم اشيل كاميرتي جوا جيبي واشيل الشهداء في اقتحام الفجر بتاع مبارح والنهاردة الفجر خمس شهداء الحد نهاردة تلاتاش شهيد. انا بكلم عن اللي شفتهم بعيني. انا اللي بتكلم عن ان انا ببقى واقف في الميدان الفجر مرة واحدة. الميدان بيتقفل علينا اقتحاموا قوات الجيش والامن المركزي. ضرب رصاص حي. انا اسف انبارح انشاء الشهيد مخه مفتوح من ورا. ومخه تنطور في الميدان كله. لدارك ان هما لموا اجزام مخه ودفنوها جواه الميدان. انا بكلمكم عن مأساة بتحصل كل يوم وللاسف الاعلان بعيد عنها. انا اسف ان انا بقول جواه ده جواه تلفزيون مصري. بس هوا يا دي الحقيقة. يعني هي انا مش ما ما عنديش رد. يعني اللي انت بتقوله ده انا ما عنديش رد الحقيقة ممكن اقوله. لأسف الشديد. غير انه. مفضل. لأسف الشديد كمان يعني بدل ما الناس تعترف بمسئولياتها. بدل ما الناس تقول احنا بندير البلد في مرحلة صعبة. احنا غلطنا في كزا. وعملنا كزا. شوفنا مبارح مهزلة كبيرة اسمها مؤتمر صحفي المجلس العسكري. شوفنا عسكري. ظابط. طالع بيعمل صحفيين. انا اسف. بطريقة مهينة. لما يقول الصحفي اسكت. ومش عارفه وكلام من ده. وبيعرض حقيقة مزيفة. انا اسف يعني انهي عقل ومنطق. جايب واحد. اه مفروض ان هو بيدلي باعترافات وحوالين الفلوس اللي اخدها. عشان يعمل ويكسر ويخرب. واحنا سمعين في الخلفاس وتتعذيب للمتهمين. ناس هو يبتصرخ بطولها. ده اللي احنا بنتكلم فيه اللي بنحاول نوسقه. لكن مجلس العسكري مصر ان هو اه مصر ان هو ياخد البلد ناحي طريق ناحي الطريق. انا مش فاهم هو عايز ياخدنا في ليه. مصر ان هو كل يوم يسقط عدكت اكتر من شهداء. مصر ان هو كل يوم يعيشنا في مأساة. انا نفسيا كبني ادم انا بدأت تتضمر من جوايا. انا اللي عشته في الاربعة ايام بس اللي فاته دول اللي هي معارك مجلس الوزراء. انا ماشتوش قبل كده. انا غطت حروب برا مصر. غطت حروب. فقط غزة. واتمنى انك ما تشوفوش تاني يا احمد بجد محتاجين نفهم ايه اللي بيحصل. ليه دايما الاحداث بيقال فيها هنحقق. بقى انت تقفل فتح تصال احداث تانية. فبالتاني ما نعرفش مين السبب او مين كان السبب او مين كان وراء. كل الاحداث اللي بتحصل دي. حقيقة استاذ احمد برضو اشار للمؤتمر اللي حصل بالحوانا كنت عايز اقولك انه هو اختلط علينا حقيقة الامر. هو مؤتمر ولا بيان. لانه زي ما انت بتقول ما كانش فيه مجال للحوار او للاسئلة من خلال الصحفيين. بتمنى بتمنى زي ما اقول لك انك ما تشوفش احداث زي اللي حصلت انبارح لحد النهاردة الفجر. بتمنى ما نشوفهاش تاني مصر ما تصبحش ابدا على احداث زي دي. شكرك جدا يا استاذ احمد على وجودك معنا نهاردة وبهنيك على الفيلم بتاعك. مشاهدين كان معانا الاستاذ احمد عبدالفتاح الصحفي فيديو بالمصري اليوم. هنروح الفاصل ونرجع مرة تانية لسه معانا فقارات كتير في نهارك سعيد.